اشتركوا في القناة اليوم الفوائد الصحية للماء ونوعية المياه التي يستفيد منها الجسم الكثير من المياه مياه القارورات يعني اشكال وانواع واسماء متنوعة وتختلف نسب موضوعنا نتحدث اليوم عن فوائد مياه الفخار او مياه الطين سبعين بالمئة من جسم الانسان ماء وسبعين بالمئة من الكرة الارضية ماء سبحان الله الماء هو الحياة ويجب ان نختار الماء الذي نشربه بعناية لان الماء الغير صالح للشرب يعني تراكم الامراض على المدى البعيد مياه الانبيع افضل للشرب يعني مياه الانبيع في كل الدول هنا في الجزائر لدينا مياه الانبيع كثيرة افضل ما هو مياه الانبيع الجارية يعني مياه قلوية بامتياز تساعد على تخلص من السموم وتصفية الكلاء كذلك تقينا من امراض السلطان عفان الله وايكم واخطر مياه هي التي في القارورات يعني ليس فيها اي فائدة بمجرد ان يعبأ الماء في القارورات يفقد جميع مكوناته الاصلية وسأريكم اليوم طريقة لارجاع الماء الى اصله وقلويته عندما نقول قلوية الماء يعني المياه التي تساعد الجسم على تخلص من الامراض هذه قارورة طين او فخار وهذا كأس من الفخار او الطين عندما نقوم بوضع الماء في الفخار لمدة 24 ساعة يعود الى اصله ويصبح نافعا للسحة اذا الماء الذي يبيت في الفخار 24 ساعة يصبح ماء قلوي نافع وصحي ومياه لينبيع شربها مباشرة صحية اما مياه الحنفيات والقارورات ليس فيها اي فائدة يعني مملوئة بالكالكير والشوائب ليس فيها اي فوائد لذلك انصحكم باقتناء هذه القارورات من الطين شرب مياهها لانها صحية ان شاء الله كون قد افدتكم لا تنسوا الاشتراك في قناة فوائد منوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته